بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشف المسلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمسلين. هنتكلم النهاردة عن الانتيباطز. الاكسام المضادة في جسمنا. الانتيباطز احنا اخدنا بلكية انها تفرز عن طريق ميل عن طريق حاجة اسمها البلازما سيلز. قلنا اني البلازما سيلز كايت في الاول عبارة عن خلية اسمها بي لينفوسايتز. هتتاكتف تتحول الى خلية اسمها البلازما سيلز. هي اللي هتفرز مين? هي اللي هتفرز هي اللي هتصنع الانتيباطز. الانتيباطز دي بتتصنع وبتفرز فيه بتفرز فيه البلازما اللي هي ماء الدم. البلازما فيه فيه في مجرى الدم. هي عبارة بروتينز. شكلها ايه? شكلها فاشنكسب انها يعني لها وظيفة مناعية عشان هي فسمناها وعندنا فيه اللي هنقض فيه شافتر ان فيه عندنا اه البلازما بروتينز البروتينز اللي مشى فيه البلازما في الدم. فيه عندنا حاجة اسمها في عندنا حاجة اسمها في عندنا حاجة اسمها ثرومبين. وفي عندنا حاجة اسمها دي هنعرف ان هي في منها. في منها الفا جلوبيلين وجاما جلوبيلين. الفا وبيتا دول بيشتغلوا في الجسم ككارير بيحملوا حاجات ويمشوا بها في الدم. اما الجاما اللي هي الانتي باطز. فالانتي باطز لها اكتر من اسم. ممكن نسميها وبنسميها جاما جلوبيلينز. يعني النوع الجاما من انواع لان احنا عندنا الفا وعندنا بيتا وعندنا جاما. فهي جاما جلوبيلينز. فهي لها اكتر من اسم. وجاما جلوبيلينز والانتي باطز. طبعا دي بتصنع عن طريق مين? عن طريقة بلازما سيلز. خلايا البلازما. وزي ما اخدنا في المحاضرة اللي فاتت اني دي مسؤولة عن حاجة اسمها الهيومرال اميونيتي. نحن عندنا في عندنا حاجة اسمها سيليولار اميونيتي دي عن طريق تي لينفوسايت. اما الهيومرال عن طريق البي لينفوسايت تتحول الى بلازما سيلز والبلازما سيلز تفرز مين تفرز الانتي باطز. دي اللي مسؤولة عن الهيومرال اميونيتي. يعني المناعة الهيومرال اللي هي عن طريق الانتي باطز بنسميها حتى اسمي تاني احنا كنا بنقول اسمها او اميونيتي. يعني في مناعة عن طريق مين? عن طريق اللي ان الانتي باطز دي بتهاجم في جسمك الحاجات اللي مش كويس الحاجات الغريبة. عن طريق انها بتلطحك وتلزق في مين في حاجة اسمها الانتيجنز. اللي عبارة عن ايه? عبارة عن الانتيجنز دي عبارة عن البروتينز بتبقى موجودة على السيرفاس بتاع البكتيريا او الفيروس. فهي بتيجي تمسك في الانتيجن ده. وتبدأ تدمر في الانتيجن ده الغريب. فالانتي باطز دي قلنا بتفرز عن طريق البلازما سيلز. البلازما سيلز بتصنحها وبتنزلها في الدم. هي عبارة عن ايه? عبارة عن تترا بروتينز. يعني ايه تترا? يعني هي بروتين بيتكون من فور بولي ببطايد من اربعة يعني في عندك البولي ببطايد يعني بيكون من ايه? بيكون من عديد من ففي اربعة على شكل على شكل زي ما نشوف دلوقتي. في منهم حاجة اسمها واتنين تو لاي تشينز يعني في ايه طوال تمام? اهم اللي هي دي ادي وانتشين هي ودي هي ايه. في عندك باكرة في تو لايت ايه. يبقى انت عندك اه هنا دي اللي هي هي وهنا دي اللي هي لايت. تشين. وفي ناحية تاني برضو في وفي لايت تشين. فهم فور بولي بطايد. طيب طبعا بيكون مسكن في بعض مسكن زي في بعض عند راحة اسمه ضاي سالفايد بوند يعني هتلاقي هنا كده هتلاقي هنا في هنا ومسكن مع سالفايد بوند وهنا سالفايد بوند مع سالفايد بوند. وهنا برضو في مع سالفايد بوند. وهنا سالفايد بوند مع سالفايد بوند. فمسكين بضاي سالفايد بوند. ها دي اتنين سالفايد بوند. ضاي سالفايد بوند مسك ببعضها. ليه لان هي عبارة عن اه عبارة عن ايه? اماينو اسد. وهنا عارفين اخدنا في الاماينو اسد في عندك اه اماينو اسد اسم سستايين. سستايين ده بيكون فيه بيتمسك معه اه نحية تانية سيستين نحية تانية بسلفايد بوند. كل واحد تطير الاتش ويمسكه مع بعض. بضايس الفايد بوند. فالانت يبدوز عبارة عن ايه? عبارة عن قلنا عبارة عن اه اه بطايد اه تشيند يعني اربعة اه بطايد تشيند مسكين مع بعض عن طريمين عن ضايس الفايد على شكل وزي ما هنشوف دلوقتي هنشوف بالتفصيل التركيب بتاع اول حاجة عندنا هنا ادي والناحية التانية برضو فيه وفيه طيب هنعرف دلوقتي احنا ليس منها وليس منها هنشوف دلوقتي بالتفصيل. عندك هنا الغريب. الانتجن الغريب ده بيجي يمسك فين به? الانتجن ده. الانتجن ده بيجي يمسك فين? بيجي يقعد في المنطقة دي. ما بين التو اه اه اتشيند. يعني بيجي نهو ويمسك في المنطقة دي كده اهو. يمسك هنا. تمام? بيجي نهو ما بين التو اه تشيند. طيب هل الانتباضي بيمسك مع اي انتجن وخلاص? لا طبعا بيبقى الانتباضي لمين? زي الانزيم كده كل انزيم بيجي يمسك في بيمسك في مكان معين. فعندك هنا هو ده المكان ده اللي هو الانتجن بايندنج الانتجن بايندنج صايد اللي هو المكان الخاص بي اه المكان اللي هيمسك فيه الانتجن. تمام? فهنا تعال نشوف هنا ازاي الانتجن ده بيبقى ليه انت بقى ال سبيسيفيك. فانت لو عندك هنا ده انتجن كده هو مسلا بالشكل ده. فهيجي عندك هنا هيجي يمسك فيه المكان ده كده هو. هنا تلاقيه. بيحصل فيه عشان يعرف يمسك في مين? يعرف يمسك فيه الانتجن الخاص بي. هتلاقيه. عشان يعرف يمسك في مين? يعرف يمسك فيه الانتجن الخاص بي. فبيحصل فيه فالمكان ده اللي احنا بنسميه الانتجن بايندنج صايد. المكان اللي بيمسك فيه الانتجن. بيحصل فيه تمام? عشان عشان يعرف يمسك فيه يعرف يمسك فيه الانتجن الخاص بيه. تمام? بدنا بنسميه ايه بنسميه الانتجن 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 طيب بعد كده بيتيجي بعد كده بيبقى فيه الروابط اللي بيمسك بيها بيحصل فيه روابط كيميائية بين الانتجن والانتباضي تمام بنسميها ايه بنسميها يعني بيبقى هنا اهو ماسك هنا كده وفيه ماسك ما بين الانتجن والانتي اه الانتي باضي بنسميها بنسميها الالكتروستاتيك الالكتروستاتيك اه اه بونز عن طريق يعني عن طريق الالكترونز بيشير الالكترونز ما بين ما بين الانتجن وما بين الانتي باضي وبنعمل بتبقى قوية بتمسك ما بين الانتجن والانتي باضي. طيب المنطقة اللي بيمسك فيها الانتجن مع دي بنسميها المنطقة دي المنطقة دي بنسميها هايبر لان المنطقة دي كلها المنطقة دي كلها اللي مسك فيها اللي مسك فيها الانتجن بنسميها اللي في اللي في الهيويتشين يعني اللي موجودها في الهيويتشين. اللي انحصل فيها تغيرات. وهنا بتاعت المنطقة اللي مسك فيها الانتجن اللي بنت عندك هنا هوا المنطقة دي او دي بنسميها اللي تبع عميل اللي تبع يعني اللي تبع الهيويتشين وهنا المنطقة دي بتاعت يعني اللي موجودها في والمنطقة دي اللي فيها الانتجن. المنطقة دي بالزاد اللي حصل فيها البند ما بين الانتجن والانتباضي او هايبر ريجن. الهايبر ريجن. طيب. عندك برضو هنا لو دي كانت طبعا هنا برضو هتبعها وهنا نهتبع المنطقة التانية اسمها ايه? كونستانت. سي يعني كونستانت. سي اللي موجودها في اللايت سي ال يعني اللي لمت بيحصل فيها تغيير الخاصة باللايت تشين وهنا كونستانت اللي الخاصة بالهيفي الخاصة بالهيفي تشين وهنا برضو دي هنا وهنا وهنا الاخاصة بالهيبي وهنا خاصة باللايت. طبعا هنا فيها اكتر من دي نوبر وان هنا 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 وهنا نمبر ون وننبر ثري. فهنا نكتب وهنا فيه وصي اتش تبعا دي اللي هي الترموز اللي مين? ما عادش اقول لي هي مثال جروب? لا. يعني اللي هي اه الخاصة بمين? اللي خاصة به. تمام? طيب هنعرف برضو في الاختلافات ان احنا عندنا هنعرف ان هما ايه احفظوا من كابتن ماجد. كابتن ماجد. يعني اختصار اي جي اي جي اي جي اي جي اي جي دي. ونعرف احنا ليه عندنا خمسة خمس انواع هنعرف بعد شوية. احنا ازاي صنفناهم ان هما خمس انواع لان بيحصل ايه تغيرات اه بتخلي كل واحد منهم ليه شكل معين فاحنا على اساس ذلك بقى عندنا خمسة اميني جلوبيلنز. الاي جي ام والاي جي اي يعني مي يعني انا كبير. يعني عندي اكتر من اه من سري يعني كل لهم الاي جي اي اي جي اي اي و جي و دي هتلاقيهم عندهم وان و تو و سري اما الاي جي ام والاي جي اي دول هتلاقي عندهم وان و سري و فور هتلاقي عندهم ايه هتلاقيهم اطول شوية هتلاقيهم اطول شوية. عندهم هتلاقي عندهم وان و تو و سري و فور. تمام? طيب. باللوقتي التركيب ال الريجن بتاعت عندنا في و تو تمام? طيب. بيجي الانتجين بيمسك في مين? في هنا او هنا الانتجين بايندينج سايد اللي هو ما بين الانت ما بين والهيف تشين. فالمنطقة دي بيحصل فيها تغيير في الشكل بتاع الانتجين. عشان تارف تمسك في مين? تارف تمسك في الانتجين ده. فالمنطقة اللي حصل في تغيير بنسميها الですね. di بنسميها الانتجين الانتجين اللي هي خاصة بالـ هانتسميها الانتجين بالمنطقة اللي حصل فيها اا المنطقة اللي هي اللي هي في وهنا برضو و هنا طيب المنطقة التانية واقع البدي كله بنسميه سواء في او فيissä 아니고 ثابتة الي الخاصة و هنا كونستانت جنيش يعني خاصة بس هنا بيتقسم لتلات اجزاء. و هنا برضو نفس الحكاية و وعندك برضو تمام? كل اللي هما اه كابتن ماجد ام و اي و جي و اي و دي كلهم فيهم معادة مين? مي انا. مي يعني انا. انا كبير. انا كبير. اي جي ام و اي جي اي بيبقى فيهم اربعة هتلاقي في وحدة زيادة عندك هنا. عن الباقي الباقي هيبقى فيها طيب ليه بقول لك كده بقى? ليه بقول لك كده عشان? هتعرف اني دي ليسا منها و دي ليسا منها لان كل بيبقى فيها مية وعشرة امين واسد. مية وعشرة امين اسد. يعني دي تمام? فيها مية وعشرة امين اسد. دي فيها مية وعشرة امين اسد. ودي فيها مية وعشرة امين اسد. وهنا دي فيها مية وعشرة امين اسد. فاتلاقي اني هتلاقي اني هتلاقي اني هتلاقي اني فيها اه 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 هتلاقي فيها مية وعشرة مين اصد يعني هي مية وعشرة مين اصد تمام وهنا مية وعشرة مين اصد هتلاقي بقى الهيفتشين بقى الهيفتشين هتلاقي هتلاقي هنا مية وعشرة مين اصد وهنا بقى هتلاقي مية وعشرة مين اصد هتلاقي في دو هتلاقي كل واحدة هم مية وعشرة مينو اسيد. تمام? اطول لان فيهم مية وعشرة زيادة. لان فيهم زيادة. فهتلاقي ان اطول شوية. هتلاقي اطول بشوية. يعني هتلاقي يقول لك هي هنا مية وعشرة وهنا مية وعشرة وهنا مية وعشرة مينو اسيد. فهتلاقي بتاعة تلتمائة وتتراتين. ساعات يقول لك ممكن تبقى اربعمائة واربعين. ليه? لان في ساعات بيبقى في واحدة زيادة في والاي جي اي. وطبعا هنا دي بنسميها الاماينو اند. وهنا برضو في الاماينو اند في وهنا في وهنا تلاقي برضو هنا يعني هنا في الاماينو اند لان هي بلمي بطايد احنا بروتين احنا هنا بروتين فيه وفي ناحية تانية وهنا فيه وهنا الناحية التانية برضو هنا طيب انت عندك الانتيباطي في ساعات بنضيف له اه حاجة اسمها البابين ده بيعمل اللي حضمه تكسير فبيكسره هنا الى هنا ده بيكسر من فين بيكسر من منطقة دي كده هوا بيكسر كده ويفصل المنطقتين دول اللي هي اللي فيها والحطة اللي من فوق وهنا بيفصل برضو نفس الحكاية وبيفصل الكبار من تحت بيفصلهم من واحدهم الكبار دول بيعملوا حاجة اسمها ايه يعني يتجمع مع بعض ويعملوا تجمعات تجمعات كبيرة مع بعض فالمنطقة دي سمناها ايه عشان كان منطقة دي سمناها يعني السي نسبتنا الى آآ ريجن اف سي تمام طيب والمنطقة دي اللي من فوق دي اللي هي تفصلت خالصة عن الانتباضي بتتقسم الاتنين تمام المنطقة دي كده هوا والمنطقة دي تمام دي حتة من ودي كلها وانا حتة من كلها دي المكان اللي كان بيمسك فيه مين اللي كان بيمسك ما بينه هنا الانتباضي كان بيمسك ما بينهم فالمنطقة دي المنطقة دي كده هنسميها الاف بي بي نسبتا الى الباين دينج الباين دينج تاعة الانتجين فانت عندك الانتباضي المنطقة اللي من تحت دي الكبار دول اللي اللي هما اسمه نسبة الى كريستا 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 والمنططان دول من فوق المنطقة دي كلها تمام? اللي هي فيها كلها والكونستانت ريجن نمبر وان تاعت بنسميها يعني المكان اللي بيمسك فيه مين? اللي بيمسك فيه الانتجن. يبقى انت عندك الانتباضي الانتباضي قلنا يبقى فيه اه وقلنا اه الانتجن بيمكن بيمسك انه اهو في المنطقة دي كده اهو. فبيحصل تغيرات في شكل فالمنطقة دي بنسميها هنا يعني وهنا وهنا والمنطقة البقى دي بنسميها هنا يعني نسبة الى اللي في وهنا سي اتش اللي في هنا بيبقى سي اتش وان تو وثري. اما في الام والاي اي جي اي بيبقى في اه نمبر فور. وقلنا بيبقى مسكين بالضايس الفايد بوند ضايس الفايد بوند والمنطقة دي بنسميها او اللي بتلزأ الكبار مع بتلزأ مع الاف بي ريجن. وقلنا المنطقة دي كلها اسمها الف بي ريجن اللي هي نسبة الى وهنا الاف سي نسبة الى لما بنعمل التفاعل مع البابين بيحصل لهم بتجمعه مع بعض فبنسميها اف سي ريجن وهنا وهنا الكربوكسيليك الكربوكسيليك اند. في بعض وزاعات ممكن نعمل ايه? اه العملية بس مش مع البابين مع مع الانزام ينسمي البيبسين. البيبسين ده احنا عارفين ان هو انزام بيكسر البروتين. ولا انت بده عبارة عن بروتين. فهنا البيبسين الفرق بينه وبين البابين ان البيبسين بيكسر ما بعد يعني بيخلي التو اه دول اللي هم الاف بي ريجن مسكين في بعض. مسكين في بعض لسه. تمام? اما في البيبين بيكسر من عند فبيخلي الاف في بي ريجن مفصلين عن بعض. فالبيبين بيديك اتنين اف بي ريجن زايد واحدة اف سي. اما هنا البيبسين بيديك الاف بي ريجن على بعضها كاملة زايد الاف سي اللي هي الرجلين الطوال. برضو الانتيباضي ده الانتيباضي مش بروتين بس. الانتيباضي ده بيبقى بروتين. لايكو بروتين. يعني بيبقى مسك في حتة الجلوكوز. فتلاقي ان الانتيباضي ده بيبقى مسك فيه هنا هو حتة الشغر مسكة فيه. مسكة فيه في منطقة الاف سي ريجن. مسكة في الاف سي ريجون. فده بيبقى وليس بروتين خام. بيبقى ولكرباهدريت دي. حتة الكرباهدريت اللي بتبقى موجودة في الانتيباضي بتبقى مهمة جدا. اه ليه مهمة? ان بيبقى لها اكتر من اكتر من آآ اكتر من مظيفة. اول حاجة ان هي بتزود يعني الكرباهدريت دي حتة الكرباهدريت دي بتزود بتخلي ده يعرف يذوب في البلازما لان احنا عارفين البلازما بتاعت الدم معظمها مية. الحتة الكرباهدريت دي بتعمل مع الووتر اللي في البلازما بتزود بتاعت ايه تاني ايه تاني مسلا برضو بتعمل الانتباضي فروم انزيماتيك انزيماتيك اه بتحمل الانتباضي من انه يتكسر بالانزيمز. فبرضو بتعمل بتأثر على بتاعت الانتباضيز مع الريسيبتورز اللي هتمسك بتأثر في الانتباضي والانتجن تمام اللي هيمسك فيه فهي بتعمل يعني بتأثر على الانتباضيز يعني بتأثر على الانتباضيز مع الريسيبتورز اللي هيمسك فيها. فالترباهدريت دي لها فايدة مهمة جدا بتاع بتزود زوابان الانتباضي في البلازما بتحمي الانتباضي من انه يتكسر عن طريق الانزيمز وبتزود بتأثر على الانتباضيز مع الانتباضيز. برضو عندك هنا دي بتبقى فيه اه دي صالفايد بوند. حاجة اسمها الانتر انتر تشين دي صالفايد بوند. يعني ما بين الانتشين اللي هيف تشين تمام? وفيها هتلاقي عندك انترا 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 يعني جوة بقى هتلاقي اللي تشين نفسها فيها هنا هو فيها ببعضها. يعني هتلاقي عندك هنا مسلا فيه سيستايين وهنا فيه سيستايين يعملو وهنا تلاقي سيستايين وهن في سيستايين يعمل دي صالفايد بوند. وانت عندك في انتر 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 يعني ما بين تنتر دي صالفايد بوند. وفيه عندك هنا في النقوف في اللي تشين نفسها انترا دي صالفايد بوند. يبقى نرجع على السريع الانتباضي ده قلنا انهو بيبقى اه تترا يعني فيه اه اتنين واتنين اه لايت وقلنا اني الانتجن بيجي مسك انهو ما بين ما بين في المكان ده فهنا بيحصل تغيرات في شكل البلوب 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 دي فالمنطقة دي اللي بيمسك فيها الانتجن بنسميها طب المنطقة التانية بنسميها فيه عندك واحدة بس اما فيه الهي ببقى فيه عندك وا dar ده في كل معقى مين ده بيبقى فيهم يعني ده واحدة اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة برضو في واحدة رابعة كل من دي بيبقى فيها مية وعشرة مية وعشرة امين واسد فتلاقي Nasdaf here مية وعشرة. هنا مية وعشرة وهنا مية وعشرة. فهتلاقي ان الام والاي فيهم مية وعشرة من اصيد زيادة عن باقي وقلنا هنا المنطقة دي المكان ده بنسميه ايه المكان ده من بنسميه ايه يعني دي كلها اسم دي بقى المكان اللي بيحصل ما بين والانتباضي المكان ده هالمكان ده بنسميه وقلنا اني المكان ده الحتة دي العمق ده بنسميها وعندك قلنا برضو اني الحتة دي بنسميها المكان اللي بحصل فيه لما نيجي نضيف المكان ده الحتة دي بتنفصل تنفصل عن الانتباضي وتتجمع مع بعضها وتكون لك حياتها تكتلات كبيرة فسميناها والمنطقة المكان ده الحتة المفوضة دي اللي بيمسك فيها الانتجين سميناها الاف بي او الاف اي بي ريجون نسبة الى الانتجين بايندينج صايت المكان اللي بيمسك فيه الانتجين المكان اللي بيمسك فيه الانتجين وقلنا هنا وهنا الانتباضي بيبقى الانتباضي بيبقى لايكو بروتين يعني فيه حتة ماسكة فيه الاف سي ريجون هناو حتة اه اه شغر ودي مهمة لانها بتزود السوليوبيلتي بتاعت الانتباضي وبتحمي الانتباضي من الانزيماتيك ديجريديشن. تكسير عن طريق الانزيم. وبرضو بتزود اه وبتأثر على ما بين والأذر قال لك ان الاف سي الاف سي دي المكان ده الاف سي دي اللي هي اه اللي هي بتحدد النوع سواء احنا اي جي اه او اي او اي او او اي جي دي. فدي اللي بتأثر على دي بتأثر بتحدد احنا بيتكلم على اي امين اي انتباضي. تمام? فعندك الانتباضي احنا ليس منها بقى اي جي ام واي جي اي واي جي اي واي جي دي. قال لك لاني بيبقى في موجودة في الاف سي ريجون. تمام? عندك هنا ادي اي جي ام واي جي اي واي جي اي واي جي اي واي جي دي. سامنونا سامنونا ليه بقى بال بالام والاي والجي والاي والدي. هنالك لان الاي يبقى في اسمها الفا. الفا ده الرمز بتاعها. موجود موجودة فين في الفا والجي جاما. موجودة في الاف سي ريجون. والاي جي اي من حاجة اسمها الإبسلون والاي جي دي حاجة اسمها الدلتا. الدلتا تشين والاي جي ام حاجة اسمها المي الفا فهنا سمناها ايه? في فسمناها اي جي ام. واي الفا يبقى اي جي اي جي جي. اي ابسلوم اي جي اي. دي دلتا اي جي دي. ده تغييرات موجودة في مين? موجودة فيه. فاحنا بنحدد عن طريق ايجون. دي اللي بتعملي. دي اللي بيترماين الايزو طيب. بتحدد شكل آآ بتحدد نوع الانتي وضع اللي احنا بنتكلم عليه. سواء ده اي جي اي اي جي ام اي جي اي جي اي اي جي اي او اي جي دي.